بنكلم قبل شوية كول سنتر مع الطيران العماني وجاني اغمى في سيارة مع الطيران التنسب من قحر والله من قحر اللي بيحط اسعار التذاكر في الطيران العماني هل انت عايش مع الشعب ولا انت عايش في باريس ولا في لندن وبتحط الاسعار من هناك ارجوك ركز ارجوك لا 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 ركز تخيلوا بان حجز الشخص بكرة يرجع الى صلالة وان وي ذهاب فقط وإيكونومي يعني ورا في الطيران ذهاب فقط وفي الطيران خلف تتوقعوا كم وصل هذا بمئة وستين ريال ذهاب فقط وخلف الطيران بقول للموظف انت قزك بزنس يقول لي لا يكونوا مين يعني ورا قلت له ذهاب فقط قال له الذهاب فقط قلت له طيب هل فيها قدماتي قال لا ما فيه قلت له الحل قال بغيت بغيت ما بغيت يعني انطم يتحجز يتنطم صح ولا ما عندك خيار ثاني طيران داخلي يا عالم الله يسامحك رفعت لضغطك قسما بلا رفعت لضغطك لو قلنا بزنس ما قلنا شي بس في الطير ورا وذهاب ميوستين ريال هذا قوية يا أخي طيب عندي لك سؤال الطلاب اللي بيدرسون في الجامعات هذين لازم يرقوا يشوفوا هلهم ويقوا مرة ثانية ما عنده راتب بدفعوا ميوستين يشوف هلهم ويقوا يكمل دراسهم ميوستين طيب الفقير اللي جالس بيتعالق مثلا في مستشفات مسقط بيجي ما عنده بدفعوا ميوستين ورا زين قل لك ميوستين ميوستين أخوي هذي عمال الله يدعقاكنا العمال والله يدعقاكنا العمال كسع أخوي كسع أخوي كسعات كاردي بكسع أخوي بس هذا اللي يقول ما سببتك بعدين قلت اللي تيببس خمي وتيببس حلقي عد زيدت تقول بي سمي اشتركوا في القناة